اهلا بيوك انا اشرح لي وفيديو جديد النهاردة فيديو بعنوان ما تشتريش الحاجات دي دلوقتي عشان سعرها حيرخص عشان ما تشتريهاش دلوقتي هي غالية وبعد كده لما ترخص ترجع تقول يا لتني كنت استنيت لما سعرها ينزل ايه هي الحاجات اللي مفروض ان انا جاي بالحضرتك النهاردة عشان اقولك ما تشتريهاش دلوقتي ازبر شوية عليها عشان سعرها حينزل ان شاء الله الدولار في الدفع التانية لما تنزل في اه او لما يعني تدخل اه البنك عندنا في مصر فبرضو ده هيأثر على موضوع اه اسعار الحاجات والحاجات اللي كانت سعرها عالي جدا او اللي لسه ما زال سعرها عالي دلوقتي هتنزل اه تاني اول حاجة النهاردة جايبها لحضرتك وبقولك ما تشتريهاش دلوقتي لان سعرها حينزل الاول حاجة اللي هي الاجهزة القهربائية الاجهزة القهربائية مسعارة في مصر حاليا باسعار غير منطقية بالمرة وغير اساسا اه يعني غير 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 حاجة يعني ما بتدلش على قيمتها ولا على اه يعني اه اللي هو اللي بتحتويه دلوقتي فالاسعار الاجهزة القهربائية غير جدا 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 وما تشتريهاش حضرتك دلوقتي عشان دي مفروض ان هي هتنزل قريب ان شاء الله سعرها حير خاصة لان هي اساسا اه التجار لما شروها مقيمينها على اسعار دولار عالي جدا وعلى اسعار اه يعني الدولار مقيمينه بسعر مسلا ممكن اعدي المية جنيه لان ما كانش فيه دولار بيتوفر لشراء هذه السلع القهربائية او السلع المنزلية فكانوا بيعودوا يحسبوا ويستخدموا حاجة اسمها التحوط ان هو ممكن اطلع لكذا ممكن اطلع لكذا فكان بالتالي الاجهزة القهربائية دي كانت بتسعر وبتقوم بسعر اعلى من سعرها الحقيقي بكتير جدا لدرجة ان فيه حاجات اصلا احنا بنشوفها وبنتعجب على اسعارها مثلا وعلى سبيل المثال التلاجات والغسلات والمتجازات والاجهزة القهربائية والشاشات يعني لدرجة ان مثلا فيه مثلا تلاجة كنت مثلا سعرها كان في العادي مثلا تمن تلاف عشر تلاف النهاردة حياتك بتلاقيها موجودة في سوق بتلاتين وبخمسة وتلاتين وباربعين الف جنيه طبعا شيء غير منطقي بالمرة شيء غير منطقي بالمرة مثلا غسالة كان سعرها مثلا خمسة تلاف جنيه قبل الموضوع اللعبكة والدولار والحاجات اللي احنا فيها دي النهاردة حياتك بتلاقيها مثلا بخمسة وعشرين برضو وبتلاتين وممكن اكتر من كده وتجازات شاشات حاجات مكاز كل الاجهزة القهربائية كلها سعرها مبالغ فيه جدا 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 ومش هو ده السعر اللي المفروض ان هو ان هي تصعر بيه يعني مفروض ان هو ازاي بقول لها حياتك المقيمة او مسعر مسعر بأسعار يعني حاجة كده هلامية كده حاجة كده ملاسا اي علاقة بالواقع فبلاش حد تشتري السلع او اجهزة قهربائية دلوقتي الاسعار هترجع تنزل تاني مع توفر الدولارات لشراء الاجهزة القهربائية وباقي المنتجات طبعا دلوقتي الدولة بتحاول ايه او اهتمامها بيكون دلوقتي بتحاول تخفض اسعار السلع الاساسية زي الزيت والسكر والرز والحاجات الاساسية اللي هي المواد الغزائية الاساسية ولكن مع توفر الدولارات في دفعة تانية وصندوق النقد غير الموارد التانية وان شاء الله برضو عودة السياحة كما كانت وقناة السويس كما كان الكلام دا كله حيؤدي الى اه توفر الدولارات والعملة الصعبة اه اه كمان سعر الدولار ان شاء الله حينقفض في يعني بنتوقع ان شاء الله ان الدولار فعلا سعره ينزل عن كده فحيوصل ان شاء الله خمسة واربعين واقل ان شاء الله من خمسة واربعين اه جنيه تاني حاجة بقول لها حياتك ما تشتريقاش دلوقتي وازبر عليها شوية هتجيبها باقل بكتير جدا من سعرها الحالي هي السيارات السيارات كانت متوفرة موجودة في مصر بسعر غير اللي احنا بنسمعه دلوقتي نهائيا وده برضو نتيجة ان في الناس تغلت ازم الدولار دي وبقت سعر السيارات زي ما قلنا على سبيل المثال برضو وليس الحصر باسعار ليس لها اي علاقة بسعر الدولار وليس لها علاقة بالواقع يعني مثلا التاجر من دول التاجر السيارات قدر يدخل له مثلا تلات اربع عربيات وعرف ان هو يدخل للعربية دي كده فالعربية اللي كانت موجودة سعرها مثلا تلتمية الف روامية الف يقول لك العربية مليون ونص يعني حاجة ليس لها اي علاقة بالواقع ازاي ان انت ضربت سعرها في خمس اضعاف واكتر دي حاجة برضو مش مش مزبوطة يعني فبقول لها هيدك دي السيارات مش لأجل الوقت اللي ان شاء الله الفترة اللي جاية ان شاء الله هيتوفر الدولار في البنوك ليه يعني السيارات والاجهزة زي ما قلنا فبالتالي حيتوفر الدولار للناس اللي هي عايزة تستورد سيارات او كده فبالتالي لما يتوفر الدولار هتلاقي الاسعار دي نزلت فانا بقول لها حديدك ان فيه حاجات دلوقتي بالنسبة مثلا للسيارات مسعارة باسعار غير منطقية خالص بالمرة يعني لدرجة ان فيه عربيات زي ما قلنا كبت ثلاثمية ربعمية وخمسمية وسط نهاردة اتنين مليون وكسرت كمان حاجز الاثنين مليون جنيه فما حدش يجي من نهاردة مثلا يشتري يقول لها استنى عرفت انهم خفضوا مبارح معرفش مئة الف جنيه ايه لأ حضرتك استنى كمان شوية لان الكلام ده هينزل تاني والاسعار دي هتنزل لان زي ما قلنا هي مسعارة باسعار ليس لها اي علاقة بالواقع قالص تالت اه حاجة بعد الاجهزة قربية والسيارات ايه اجهزة الموبايل اجهزة الموبايلات برضو تحرس الموبايل اللي كان مثلا بتلتة ربعة خمس تلاف جنيه دي النهاردة سعره سعره قسر حاجز الخمستاشر والستاشر ودخل على العشرين الف جنيه فابقول لها الاسعار هتنزل ومع توفر الدولار الفترات اللي جاية الالآم اللي جاية ان شاء الله المسع الموبايل كان مثلا بتلاتة وبقى مثلا بخمستاشر ستاشر هينزل سعره اه حقيقيا مش هينزل تاني لما زي ما كان مثلا بالتلاتة لو رابس هينزل مثلا يبقى بستة يبقى بسبعة يبقى بتمانية يبقى في حاجة من الواقع اللي هو حتى لو تلع يبقى تلع في النش ده ما اطلعش من تلاتة او اربعة لتمنتاشر وتسعتاشر الف جنيه الحاجة اللي بعد كده موضوع اللي برضو زادت برضو اللي فاتت موضوع الاكل والشرب يعني على سبيل مثال مثلا موضوع اسعار الرز والزيت والسكر والمقارنات والحاجات الاسائية اللي موجودة اي حد بص انها فعلا نزلت شوية وان احنا نبدأ نخزم بقى ونجيبه نعمل لا احد لطق اصبر شوية لانها لسه حتنزل تاني عن كده كل ما تتوفر الدولار وانهم يدروا يعني المستوردين يحصلوا على الدولار بسهولة ويستوردوا يعملوا الاسعار حتنزل اكتر واكتر اه حصينا فعلا في بعض يعني السلع اللي فعلا نزلت سعرها زي ما بقول لحدك في بعض انواع الزيت وبعض مثلا مثلا الرز في بعض في مثلا المقارونات في كده المنتجات اللي ممكن يكون مثلا معاية من الواع مثلا لبن او كده في يعني بعض الحاجات برضو اللي هي البسيطة بس الفترة اللي جاية الاسعار دي بتاع الحاجات دي وحاجات غيرها تاني كتير هتنزل عن سعرها الحالي الموجود فحضرتك ما يعني ما تجريش وتخزن وتقول حاجيب دلوقتي حاجيبها بسعر عالي لما ترجع تنزل وتلخص تاني هتقول يا لتني كنت استنيت لما نزلت كمان شوية فبقول لحياتك الدولة مركزة جدا في الفترة القادمة على توفر العملة الصعبة وعلى نزول هذه الاصعاب نسبة للايه الحاجات الاسعية وزي ما قلنا حضرتك موضوع الموبايلات والسيارات والاجهزة القاربية فحضرتك ازبر شوية لان الحاجات دي لسه هتنزل تاني ليه بقى اقول لحياتك على كده لان فعلا فيه السلع الايه استراتيجية او في سلع الايه الاسعية دي بفروض محدش يقول لك الحاجات دي نزلت شوية هترجع تطلع تاني لا ان شاء الله كل ما ده هترجع تنزل تاني والاسعار هتتخفض تاني كل ما بيتم ضخ كميات من الدولارات في البنوك وسعر الدولار بتوفر سعر الدولار هينزل عن كده وبالتالي الاسعار بتاعة السلع السواء اللي قلنا عليها او سواء السلع الاسعية او الاستراتيجية دي هتنزل تاني عن كده وبكده يا جماعة بنكون وصلنا لناية الفيديو بتاعنا النهاردة اا يعني اا يعني نصيحة استفيدوا من الفيديو دوت ما تشترووش الوقتي ازا ما قلنا للحاجات اللي احنا قلنا عليها دي لان سعرها فعلا هينزل اا وحتى عرفوا ان فعلا ان كلامنا فعلا ان احنا فعلا عندنا حق في اللي احنا بنقوله اا ياريتل لسه مشاكش في القناة يشير في القناة دعمونا باللايك وشير اا كتير عشان الفيديو يدفو من حركات البحث ما نقدمه على القناة